موسيقى السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج البيت هنبدأ حلقتنا النهاردة بموضوع مرتبط بصحتنا وفي نفس الوقت بعادة كتير جدا مننا للأسف بيعملها وهي اننا في موسم الخريف ومع اقتراب فصل الشتاء بنحمل دايما في شرب الماء ما بنحسش بالعطش ما بنشرابش ماء وده طبعا بيكون عكس اللي بيحصل في الصيف والحر لكن ده بيكون فيه خطورة كبيرة جدا على الانسان وبيأثر بالسلب على ترطيب جسمه سلامته صحته لان شرب الماء في الشتاء بيكون امر حتمي وضروري حتى لو قل الشعور بالعطش يعني حتى لو احنا حتى مش حاسين ان احنا عطشانين لازم نشرب ماء لان الماء بتساعد في الحفاظ على كمان الوزن وبتقينا من امراض كتيرة جدا علشان كده لازم نحافظ على شرب الماء بامتزام على مدار اليوم علشان يعني نوضح اكتر الموضوع ده معانا على التليفون الدكتورة مها خليفة اخصائية التغذية العلاجية والصحة العامة اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك ازايك عملاقين؟ الحمد لله بخير الحمد لله يعني عايزين حضرتك تكلمين اكتر عن فكرة عدم الشعور بالعطش دايما نتلاقينا في فصل الخريف والشتاء يعني ما بنحسش بالعطش فيهم وده طبعا اكيد ليه اضرار كتيرة جدا هو طبعا زي ما حضرتك ذكرت كده يا أستاذة مروى ان المياه يعني المياه اساسا مهمة لانها تقريبا بتعمل من 60 ب70% من جسمنا كله سواء بقى الدم الخلايا الحاجات دي كلها فهي جزء مهم جدا من الاكل بتاعنا او من اللي احنا لازم نعمله يوميا هي المشكلة ان احنا ما بنحسش بالعطش في الشتاء لان غالبا العرق بيبقى اقل القليل احنا في الصيف بنعرق كتير فبالتالي بنفقد مياه فبنبقى عايزين نبدلها في الشتاء بقى جو برد وبعدين مش عايزين ندخل الحمام كتير فاللي هو اه فعلا نعم وهكذا فهي طبعا دي مشكلتها ان بيأثر طبعا على وظائف الجسم الخلايا مش بتشتغل بكفاء لانها محتاجة البحيط اللي حواليها يبقى فيه مياه وهو عمتا شعور احساس العطش لما بنحس بيه بيبقى معناه ان انا جسمي فقط تقريبا واحد في المية من اجمالي المية اللي موجودة جوه فده ده زي ما يكون ربنا عمره كده لينا علشان اول بقى ما فعل انا بقى حسس ان انا عطشان يبقى واحد في المية فده يعني خلي واحد في المية من كمية السويل حاجة بنعتبرها بسيطة ولكنه انظار اه انما احنا بنعتبره درس انظار لانه لما بندخل بقى في 2% لأ نبتدي بقى نحس بالاعراض جفاف الجلد الارهاق الشديد زغلال في العين مش قادرين نركز ندخل بقى في مساكل خطير صباح حاجات كتيرة فعلا بالضبط بالضبط طب دايما تفضلي لا تفضلي كملي لا لا بقول فهو دايما في الشتاء طبعا فكرة اللي هو عدم العطش بس يعني طالما ان احنا في الشتاء وما بنصفتش في العرق فالمشكلة مش خطيرة ولكن فعلا لازم عادة شرب المية باستمرار دي طبعا دي صحية طيب دايما بنقول ان شرب المية لما باجي اشرب مية كتير بيطرد السموم من الجسم عدم شربها كمان بيخليني زي ما حضرتك قلت كده الارهاق والخمول والضعف اللي بيعاني منه الكتير فالمفروض الانسان يشرب مية قد ايه في اليوم وكل مثلا نقول كم دقيقة او ساعة تحديدا يعني ممكن نعمل كده جدول لنا عشان نشرب المية حتى لو مش حاسين بالعطش بالضبط هو الكلام النورمال المصعود اخد 30 ميلي لكل كيلو جرام الوزنة طب ايه 30 ميلي دا يعني الكوباية اللي هي كوباية الشاي مثلا يعني كوباية الشاي بتواصبر 200 ميلي يعني مثلا اه فهنقول مثلا المجل ما يبقى كبير شوية كده او كوباية المئياس اللي بنستخدمه في المطبخ ده 240 ميلي فمعنى كده انه هو الكوباية دي كل 8 كيلو من وزنك يعني لو واحد وزنه 80 كيلو هيحتاج ايه 10 كوباية 10 كوباية بالضبط لو واحد وزنه 40 كيلو هيحتاج 5 كوباية او لو 60 كيلو هيحتاج 7 كوباية ونص وهكذا احنا عشان كده قلنا يعني بالمتوسط بنحتاج من 6 ل 8 كوباية مية في اليوم ولكن احنا ممكن ناخد 6 كوباية وممكن ناخد فضروات كتير من الغنية بالمية زي مثلا الخص الخيار التماطم البصيخ الشمام الحاجات دي صحيح فبتدينا نسبة من المية انا بقول للناس مثلا لما حد بيجيلي بقولهم يعني خطة لصيفة ممكن نعملها عشان نفتكر المية لما نيجي نشربها لو هم مثلا داخل يصال يقولهم مع كل وضوء هنشرب كوباية مية فاحنا بالشكل خمس كوباية خمس كوباية خمس كوباية طب لو احنا مثلا حد ما بيصليش مش مسلم هو ممكن يربطها بالوجبات بتاعته يعني لو هو ثلاث وجبات حيبقى ثلاث كوباية واول مصحة اشرب كوباية طبعا نحرف في الشتة احنا ما بنحبش المية اللي قبل ما ننام دي اشرب ما ندخل في المية طبعا اه بالزبط كده طيب تمام فدي وسائل بتخلينا ناخد على الاقل نضمن بيها 4 ل 5 كوباية مية في اليوم دا اتبقى ان انا دا مجلي اللي بشتريها او بشتري ازازة اللي هي بملاها بيوعد ملقاها مرة تانية اه بالزبط دي كمان غير بقى اللي هي المرات بتاعت الاكلة او الوضوء او كده علشان تضمن لي ان انا تعود على اوبشن شورب المية جميل يعني طب الاطفال بقى فيه نصيحة اخيرة ليهم في فصل الشتة يعني مثلا نشربهم عصير سواء الدفية المية تبقى قد ايه برضو علشان ما يفقدوش نسبة كبيرة او يحصلهم جفاف فترة الشتة يعني هي اهم حاجة هو انا عندي افضل مشروب هو المية لو انا ما بحبش المية فيه بقى ممكن اخد المية اللي بزود عليها شرايح لمون شرايح نعناع اخد عصير ولكن برضو ما نزودش قوي من العصير لان بيبقى فيها كميات سكر عالية حتى اللي بعملها في البيت والفرش فالنصيحة ان انا مثلا كبية العصير الفرش اعملها بحيث انها نصها يبقى مية ونصها يبقى العصير الفرش فكده بقلل كمية السكرية السكر اللي بيبقى جميل طيب دكتور انا بشكر حضرتك جدا نورتينا وان شاء الله كل بقى ايه يعني الناس تاخد بالها جدا لان فعلا فكرة فقد السوائل من الجسم دي بتكون حاجة صعبة جدا ما فيش بيحصل لنا صداع عدم تركيز جفاف يعني كتير جدا الجفاف بيحصل لنا في الشتة كل ده بسبب نقص السوائل ونقص المية من جسمنا طيب تعالوا بقى نشوف موضوع تاني خاص بقى ببركة كل بيت وهم الأب والأم اللي لو في ظننا كده نعد أفضلهم علينا مش هنقدر ان احنا نعدها ولو حاولنا ان احنا نرد ليهم كمان جزء بسيط من اللي عملوا معنا اكيد مش هنقدر ربنا يبارك يا ربي في كل أباءنا وامهاتنا ويرحم يا رب اللي توفى منهم كاميرا برنامج البيت نزلت الشارع وسألنا الناس لو هتوجه كلمة شكر لوالدك أو والدتك هتقول لهم ايه تعالوا نشوف إجابات وردود الناس في التقرير اللي جاي وبعد كده نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية والله هي كلمة شكرا ان هتبقى ليلة جنب التضحيات اللي ممكن يكونوا بيعملواها من أول لما بنبدأ أصلا من وإحنا أطفال صغيرين في حاجات كتير جدا احنا ما بنشوفهاش زي الرعاية والعطف كل واحد فينا واخد جزء من أبوه وجزء من أمه والحاجة اللي أنا عليها دلوقتي والنجاحات اللي أنا عليها دلوقتي هي مزيك من التربية اللي أنا طربيت بيها أو اللي هم عملوها معايا هم عبنا يخليهم لي ودايما كده معايا وهما سند لي أصلا عن أي حد وأنا عايشة بدعواتهم أصلا هم عبنا يخليها لي جدا تيابت كتير في علم في حياتها ويعني أنا أتمنى أن هي تبقى دايما في صحة كويسة يعني لأن أنا برضو عندي ما شفتش بابا خالص فهي بالنسبة لي كانت كل حاجة وحقيقي يعني هي بالنسبة لي لأم المسالية وأكتر حد قضوة في يعني أنا شايفها قضوة ليه في حياتي وحيب أقول لي والدتي بنا يديميك لينا يا رب ويخليك لينا جدا أحن وأحسن معرف الدنيا كلها مفيش من بعدها والله شكرا شكرا جزيرا أنت طبعا تعبتوا طول عمركو عشان ووفرتوا من صحدكو ووقتكو عشان تسعدونا فأنا إن كنتوا يعني في دار غير دار الدنيا فأنا بدعلكو بالرحمة وعمري ما هاي يعني هنسى فبلكو علي إن كان والد أو والد أقول لهم يعني بشكركم أنتوا ربطونا وعلمتونا سطح من الغلط والحمد لله إحنا ماشينا على الأساسات اللي إنتوا أسستوها لنا طول عمرنا وطلعنا زيكم بالظلط الحمد لله ربنا يرحم والدي ووالدتي كما ربياني سبيل رب يغفر لي ولي والدي وللمؤمنين يوم يكون الحسان ربنا يخليكو لينا ويديكو طولة العمر والصحة ويشفيك يا بابا يا رب ويديكو الصحة ويزيع عنك يا رب بإذن الله ما فيش أي حاجة توفي حقهم أصلا في الدنيا يجي كلها مهما كان دعاء أو مهما كان عمل أو صدقة يوفي أي حاجة هم عملوه عشاننا يعني إحنا عايشين أصلا بدعاهم وكل حاجة عملوه عشاننا في الدنيا يجي كلها أنا بدعي إن ربنا يرحم أبوه ومي وربنا يجعلهم من أهل الجنة دايما بدعي لهم بعد كل صلاة إن ربنا يعفو عنهم ويغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا برحب بحضراتكم مرة تانية هنتكلم بقى دلوقتي عن قيمة عظيمة محتاجين أن احنا نطبقها في حياتنا ويقيمة الإنتاج والعمل لو تأمننا آيات الكرآن الكريم هنلاقي فيه اهتمام كبير جدا بالعمل وحنلاقي الكثير من الآيات اللي بتحفز وتدعو للإنتاج والعمل والبناء والإعمار يعني على سبيل المثال كلمة العمل جاءت في 371 موضع في الكرآن بأكثر من صفة لفظ عمل جاء في الكرآن حوالي 19 مرة لفظ عمل جاء 73 مرة ده غير طبعا الصفات التانية اللي جات في الكرآن زي يصنع وإصنع ويصنعون كلها آيات بتحسنا على إعلاق قيمة العمل والإنتاج هنتكلم بقى في الموضوع ده بالتفصيل في حلقتنا النهار ده وهنعرف يعني حديث مهم وواحد كفيل أنه هو يغير حياتنا للأحسن بس طبعا اسمحولي في البداية أنا أرحب بضيفي في الستوديو دكتور أسامة قبيل من علماء الأزهر الشريف أهلا بيك يا رب أهلا يا سيدة مرة بحضرتك وبالسادة المشاهدين وربنا يجعلنا دايما نقدم رسالة جميلة تنفع الناس وتمكتها في الأرض يا رب الله الحقيقة يعني احنا كل يوم خميس بنلتقي ويوم الخميس ده بيبقى يوم جميل لأننا بنختم به الأسبوع صحيح وفي نفس الوقت بنجدد في محبتنا وتعلقنا واتبعنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله لو بنحب ربنا وعايزين كمان ربنا يحبنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم طيب إحنا نحب سيدنا النبي ونتبعه إزاي إذا غابت شمس الخميس فنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إحنا دلوقتي الساعة 4 وربعة ووت بنودع الأسبوع بنستقبل ليلة الجمعة بعد أقل من ساعة إن شاء الله في يلا نقول مع بعض إذا ما احنا متعودين في بداية كل حلقة كده نستفتح حلقتنا الجميلة بالدخول إلى الله تبارك وتعالى من باب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد تنحل به العقد تنحل به العقد وتنكشف به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق النهاردة نتكلم عن قيمة العمل والشغل وإذا الإنسان يبقى بيرفكت ويبقى كده محسن فأعمله كلها اللي حيفتح له الباب ده كله يشوف منهك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العمل إزاي ويصلى على سيدنا النبي قبل ما يعمل أي حاجة الصغة الجميلة دي اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم حق قدري ومقداري العظيم برحمتك يا أرحمة الرحيم الله عليك أنا بص أنا يعني أنت والله بتقول كلام جميل جدا بجد يعني بيفتح صدورنا كده وبيدينا أمل سيدنا النبي هو وباب الفتح طبعا وباب النور طبعا وباب القبول وباب الأمل وباب البشرى ما ناشغير سيدنا النبي سبحانه عليهم وعلمه أن فيكم رسول الله إحنا فينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل تفصيل أفحات عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم على فكرة كان قدوة نعم لنا في العمل وفي الإنتاج ده غير بقى كمان الكرآن الكريم حسنا يعني فعلا فيه زي ما احنا قلنا كده في المقدمة فهنا فيه مواضع كتير جدا لكلمات معينة تحس منها أن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا رسائل وبيأكد علينا نحن لازم نعمل نحن ننتج فقول لنا بقى إيه دلالات الكلمات المهمة دي وإزاي الإسلام فعلا حسنا على العمل والإنتاج خلينا نقول في البداية كده بسم الله الرحمن الرحيم إحنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن إزاي نعمل كنترول ونحفظ لساننا طيب الإنسان لما يحفظ لسانه ويقلل من كلامه حيبدأ بقى إيه؟ اشتغل صحيح يبدأ ينتج يبدأ يسيب أثر وبصمة تتكلم عنه عندنا آية جميلة قوي بمناسبة حث القرآن على فكرة اتقن العمل وإن الإنسان يشتغل القيمة دي أصلا كل الناس كبارا وصغارا رجالا ونساءا بيسعوا أن يقولك إيه النفسي أشتغل بعد ما تخرج واللي ما بيشتغلش مثلا يقعد يبعث سي في ويفروده للناس على الواتساب ويدخل يكلم أونلاين شركات وناس ويدور على شغل ده ده شيء فطري جوه الإنسان أصلا ليه بقى؟ لأن ربنا يقول في آية رقم 12 في سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم إن بنون العظمة إن نحن نحيي الموتة يوم القيامة بس كده لا ونكتبوا ما قدموا برافو عليك ما قدموا وآثرهم كلمة ونكتبوا ما قدموا كل 24 ساعة بتعد عليك اسأل نفسك سؤال مهم قوي أنت عملت إيه؟ أنا بقدم إيه؟ أيوة على فكرة النماذج النكحة في المجتمع أو تحطش دماغها على المخدة بالليل لما قولك إيه؟ إيه الإضافة اللي أنا عملتها صحيح أنا عملت بلاس في إيه؟ إيه الإنكم اللي دخل بلغة البزنس بقى؟ والتجارة والبيع والشيرة طبعا أصلي هقولك على حاجة فكرة علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى بالصلاوات والعبادات اسمها العبادات الشعائرية صحيح العبادات الشعائرية دي بتنفعني أنا الواحد لكن أنا عايزة أخش النهاردة وأخذ السادة المشاهدين كده والشباب وكلنا مع بعض ونعمل كده أبديت ورفريش لمخينا وعقلنا ونشوف وأنا ربنا لما خلقني جعل لي بصمة في الإيد دي مش زي البصمة اللي في الإيد دي صحيح؟ أدنا مش زي بعض لا وإيه كمان ده البصمة اللي في العين بزي بصمة أي حد انتعلم يا سيد زمارو دي خلينا نقول لي إيه بقى؟ يا خلينا نقول لي كل واحد نسخة واحدة لن تتكرر يعني أنت ربنا خلقك في الكون ده وجعل لك ميزة وخصيصة أن أنت ما فيش منك أنت نسخة واحدة بس تبداي خلينا أقول لي نفسي ونكتب ما قدموا وآثارهم إيه البصمة والرسالة اللي هسيبها تتكلم عني ربنا سبحانه وتعالى في بداية الخليقة وبيخاطب الملائكة بيقول لهم آية جميلة أوي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يا سلام على الكلمة دي يا سيد زمارو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه أنت خليفة ربنا في الأرض طيب خليفة ربنا في الأرض ده يعمل إيه بكلمة كبيرة على ذلك خليفة ربنا في الأرض يبني ويعمر ويضيف ويصلح ويصنع ويستخلف في الأرض ويضيف النهاردة خلينا نتكلم بقى بلوعة الشباب كل 11 ثانية فيه أوبشن جديد بتتضاف العالم خصوصا في الإيه آي مثلا في الزكاة الاصطناعي خصوصا في الشق الإلكتروني أو الحياة المستجدة من النهاردة الإضافات الجديدة الأوبشن في العربيات والموبايلات والإلكترونيكس اللي موجودة النهاردة في حياتنا اليومية كل حياتنا راحة في حياتها تانية طب إحنا من عشر سنين كنا نقول يا إيه ده معقول إحنا نوصل لده خلي بالكم الحياة تيمشي بوثيرة نعم الحياة تيمشي بوثيرة سريعة جدا فده يخلي كل اللي بتفرجوا علينا يكونوا على قدر الحدث وعلى قدر السرعة أنت النهاردة محتاج تحط قدامك سطر جميل بيقول ما لم يتقدم يتقادم زي ما احنا بيقول هيبقى أولد هيبقى قديم هيبقى أولد فاشن فما لم يتقدم يقدم كل يوم حاجة جديدة ويحقق قوله ربنا سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة يعني أنا ربنا سبحانه وتعالى لما خلقني خلقني أكون مستخلف في الأرض طيب فكرة العمل وفكرة الشغل وفكرة الإحسان في العمل مهمة جدا وأشد أهمية في الأيام دي لكن أنت تتصور يا أستاذ عمروة وكل السادة المشاهدين السؤال اللي يطرح نفسه في ظل الأزمات والصعوبات والمحن اللي بنمر بيها والعالم كله بيمر بيها الإنسان يسأل نفسه وليه هو أنا هعمل إيه يعني هو أنا في إيدي أعمله لا والله في إيدك تعمل كتير تعمل حاجات كتيرة طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خيره من اليد السفلي خيره زي ما حضرتك كده بتكملي خيره من اليد السفلي يعني إيه الإيد اللي بتنتج الإيد اللي بتشتغل الإيد اللي بتقدم لغيرها أديه ساوي اللي اخترع البنك أديه ساوي اللي اخترع الفاكسين بتاع كوفيد 19 بتاع الكورونا أديه ساوي اللي اخترع الكاميرا اللي بتصورنا قدي يساوي الاخترع المايك ده قدي يساوي الاخترع الساعة اللي كنا بنلبسها الموبايل الحاجات كلها إضافات فكل واحد من اللي بيشوفونا النهاردة يقدر ربنا سحنا تعالى استفاها واختاره وداله ومنح وعطايا كتير قوي علشان يبني وعلشان يعمر إذن التعمير في الأرض ده مهم أساسية للإنسان يعمله هنعرف ده بس هستأذنك وسائزة مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل نرجع لحضراتكم مرة تانية مرحب بحضراتكم مرة تانية قبل الفاصل كنا بنتكلم على إن إعمار الأرض دي مهمة رئيسية وأساسية يعني ربنا سبحانه وتعالى خلفنا في الأرض علشان كده خلقنا علشان نعمر في الأرض زي دكتور أسامة أمشي بالتوازي يعني أعمر في الأرض وفي نفس الوقت أتقي الله سبحانه وتعالى وبقى ماشي كده بما يرضي الله في نفس الوقت عندنا بقى بص أقول لحضراتك رسالة جميلة جدا في حاجة اسمها الإيمان بالله دايما في القرآن في الكل الآيات مقترن بالعمل يعني إيه الكلام ده يعني الإنسان يعمل توازن كده وبالنس بين علاقته بربنا سبحانه وتعالى وبين وجوده على هذه الأرض وفي الدنيا خلي بالك الفترة اللي احنا موجودين فيها على الأرض قليلة صحيح وفترة كمان سريعة ودلوقتي في التايم والزمن اللي احنا فيه بقت أسرع بكتير جدا شفت حضراتك مثلا إحنا كجيل نفتكر كده من أول مثلا 2010 ومن أول سنة 2000 مثلا لحد 23 23 سنة عدوا من عمرنا إحنا كجيل من غير ما نحس على فكرة ومن غير ما الإنسان يقعد كده في مرة إيه والإيدة حاسيبه أنفسكم قبل أن تحاسبه صحيح يشوف كده يعمل حاجة اسمها مهمة جدا في البزنس اسمها كشف الحساب كشف حساب وانا عملت ايه انا زودت من كورساتي وتدريبي قدي انا لو شاب ولسه بدرس لسه عندي شغلانة نفسي أطور من نفسي فيها طيب انا أضفت ايه على المستوى الشخصي على المستوى العلمي على المستوى المادي خلينا نكون صرح صحيح النهاردة نعمل مال الصالح للرجل الصالح حذيك بتقول إنسان علاقته بربنا سبحانه وتعالى دايما علاقتك بربنا تخليك تشتغل وتضيف وتنتج لذلك احنا بنقول من شوية النهاردة الخميس وبكرة ايه الجمعة بنصلى على سيدنا النبي وعندنا صورة جميلة بنحافظ عليها كلنا ونحاول نقرأها لإنها صورة بتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى وتبعدنا كلنا عن فتنة المسيخ الدجال فيجي الإنسان مننا في نص الصورة دي كده يلاقي رسالة حلوة أو من ربنا بيأكد فيها إن الذين آمنوا بس يا رب عايزين بتقولي من شوية عايزين نعمل توازن بين علاقتنا بربنا وبين علاقتنا في الدنيا صحيح والدنيا أساسها أصل لـ 24 ساعة كلهم شغل حتى وأنا بقص دوافري بتقرب إلى الله بسرعة للفطرة وأنا بسعى عشان أشتغل واجيب فلوس لولادي دي بحاول أتكسب من الحلال بأخذ أجر أفضل جنيه وأفضل دولار وأفضل دينار وأفضل عملة تدخلها على أولادك ما يتكسبه الإنسان ويعرأ ويشتغل ويجيبه من حلال خيره درهم هو الدرهم الذي تنفقه على أهل بيتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمنا الحديث الجميل خيركم خيركم لأهله أهله معناه أهل بيته يعني الخير الإنسان بيسع عشان يجيبه ويتكسب من الحلال لازم يسطر بأهل بيته نروح بقى للآية الجميلة قبل ما نروح هناخد بس تليفون ألو نجات معي هنقف عند صورة الكهف يا نجات نعم ألو تفضلي ألو السلام عليكم عليكم السلام عليكم طبعا تفضلي بلوقتي مثلا أنا ست بيت أو عاملة أو كده فأنا جبت سباك اشتغل إذا تمام ما فيش حاجة فقرأت بعد ما مشي بيومين الشغل اللي عمله كله بار ده ربنا يبريك له في قرش اللي خده مني وأنا لو دعيت عليه أنا كده يعني مفترية عليه أوضاع حرم علي إنه لقادة على حاجة زي كده على واحد زي ده حاضر حاضر من عناية حاضر بتبقى الموضوع فعلا بتسأل بتقول إيه بقى بتسأل بتتكلم إن هي جابت سباك وبعدين عمل لها الشغل الشغل طلع بايز فهي دلوقتي بتقول لك الفلوس اللي هو خدها ده بتبقى حلال وهل تدعي عليه ولا لأ ده بص مش عايز أقولك بقى السؤال ده مش عايز أقولك مش عايز أقولك السؤال ده بقى واقع ملموس في حياتنا تعارف أقولك حديث وآية الحديث بيقول سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله هيحب يا جماع يا كل نجار يا كل سباك عمل يتقن يا كل فن إن الله هيحبه العبد المحترف يعني المحترف أصل الكليفر الشاطر الماهر اللي بيعمل حاجة بيرفك تصح على الواجه الحسن وأنا دايما أحب أقول للناس وخصوصا الصناعية أقول لرسالة إنت كل جنيه بتاخده مقابل العمل زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ناحية تانية كده أعطوا الأجير يعني اللي بيقتطع من وقته أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقة قبل ما يخلص إنت بتسأله يا فندم أو حضرتك الشغلانة دي بكام يقولك بمية بمتين بأكتر بأقل فبتيجي تحاسبه وتتفقه مع بعض وتتفاوله صحيح طيب الإنسان بقى اللي بيعمل حاجة وما بيرعيش ربنا فيها وبترجع بعد ما ينزل بيوم والليومين خصوصا في السباكة أو الأعمال الفنية أو الحرف اللي موجودة النهاردة في بيوتنا وده على فكرة خلينا نكون صريح مع حضرتك إحنا بنفتقده في الفترة الأخيرة فكرة المهارة والشطارة يا فرحتي الإنسان يقولك إيه أنا بنزل أشتغل والله يا شيخ وبنزل الحمد لله وبكسب فلوس طيب هل أنت رعيت ربنا في الشغلانة اللي أنت بتعملها صحيح هل رعيت ربنا وأنت بتركب حاجة لحد ركبتالك إنك بتركبها لبيتك هل رعيت ربنا سبحانه وتعالى لما قالك وأحسينه إن الله يحب المحسنين أنا عايز أقول المتصلة الكريمة أنت يعني احتسب أجرك عند ربنا صحيح وحاولي بعد كده تجيب حد يكون عنده مراعاة في الحاجة اللي بيعملها وبيحسنها وإنت لو قلت يا رب أنا باحتسب عندك يا رب إن أنا جبت حد وما طلعش على قدر المسئولية أو على قدر الصدق وعلى قدر الأمانة خلاص أنت خلصت ضميرك من ربنا وربنا حزب وخلي بالك حاولك حاجة بقى وإحنا ليه بقنا نشتيكي النهاردة من قلة البركة تعرفة ليه والله العظيم برزق ربنا كتير وواسع بس الناس بقت يعني عايز يتكسب وكله عايز يحط إيديه في إيدين وجيوب بعض بالعافية بدون ما ياخد المال ده حلال ويتكسب رزقا حلالا يرعي ربنا قوي إن هو يكون إنسان مخلص ومحسن سينا النبي صلى الله عليه وسلم يقولك إن الله كتب الإحسان يعني الإحسان إن نعمل كل حاجة صحة بالطريقة اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى إن الله كتب الإحسان على كل شيء ما تزعليش الأستاذة الكريمة احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى وربنا إن شاء الله يعوض خير وهو لو بيسمعنا أو أي حد شبهه أو أي حد من اللي بيشتغل من خواتنا وحبيبنا يراعي ربنا في كل تفصيلة عشان ربنا يبركله في الإرش وفي الجنيه والناس تدعيله دعوة حلوة طبعا لا وهو كمان ينم مرتاح صحيح خلي بالك فترة الإنسان اللي ربنا خلقوا عليها عمرها ما تنتكس أو تعمل شقلباز أو تتقلب لا آه والله تتقلب لا فترة ربنا إن الإنسان أصلا اللي بيشتغل في شغلانه هو عارف إنه عملها غلط سوري في اللفظ وعارف إنه أكاروت فيه وهنبك فيه وعلى فكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول لنا معنى جميل خصوصا أخواتنا وحبيبنا اللي بيشتغلوا في المعمار والبنى والسباكة والنجارة والأشغال الصعبة أو الحرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من باتة يعني بالليل كده يحط دماغه على المخدة من باتة كلا يعني إيه كلا يا أستاذها مروة يعني مش قادر وتعبان تعبان حتى لو مهندس آي تي ولا واحد شغال في شركة أكترونية أي شغل أو وقعت طول النهار مصلوب على المكتب ومش قادر يقوم علشان عنده ديوتز وعنده مهمات كتيرة وحاجات كتيرة على كدفه لازم يخلصها ويسلم التقارير بتاعتها سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم بيبشرك وبيحبك وبيقول لك رسالة جميلة كلنا عندنا زنوب ولكن اللي هيغفر الزنوب السعي على الأرزاق بإحسان وإتقان من بات كلا من عمل يده بات مغفورا له الله عليك يعني زنوب كلها مغفورة صحيح يا رب دايما لم ياء من الجيزة ألوية لم ياء ألوية سواء عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وتفضل أنا كنت عايزة أنا إزاي أعلم أولادي إن هم يتكنوا عملهم من هم صغيرين يعني لو قلت مثلا هم ست سنين وتسعة سنين دم الألعاب نروأ قدرتهم إزاي أن أنا خليهم يعملوا الحاجة دي بإتقام صحيح ده سؤال منشكورك والله منشكورك ملمح جميل من أم كريمة وكل أم بتشوفنا النهاردة إزاي تساعد ولادها وتربيهم على الأسئلة بس أستأذنك وإستاذ مشاهدينا الكرام بعد الفاصل مرحب بحضراتكم مرة تانية قبل ما نطلع الفاصل كان معنا مكالمة الحقيقة هي مهمة ورسالة مهمة جدا كان معي الأستاذة لمية بتتكلم على أن ولادها في سن ست سنين وتسعة سنين عايز أتعلمهم من هم إزاي يتقنوا العمل منه وهم صغيرين فبيبدأوا بقى أعرف بفكرة التوضيب الأوضة نساعد ماما في البيت فحلوة الرسالة دي وعايز أقول بقى رسالة حلوة أولا من الصغر بقى نقش نواة المستقبل ونواة البناء والعمران وربنا حاب مصر برسالة جميلة جدا أكتر طبعا أكتر من ستين في المية من الشعب المصري شباب فالشباب يقدر يبني ويعمر ده مش لود والله اللود الحقيقي أنه تبقى شاب وتبقى إنسان ربنا رزقك الوقت ويرزقك الصحة والنفس والعمر وقاعد كده ما بتعملش حاجة عشان كده بنقول رسالة جميلة جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إن الواحد لازم يسعى ولازم ياخد بالأسباب وده هي ودينا لرسالة جميلة في سورة الكهف اللي هنقرأها بعد شوية بالضبط ضعيح الناس أصلا لما تسأل يا شيخ أقرأ سورة الكهف إمتى من مغرب يوم الخميس يعني بعد شوية من دلوقتي لحد مغرب الجمعة هو ده يوم الجمعة أصلا يوم الجمعة بيبتدي مش من الفجر بيبتدي من غروب شمس يوم الخميس النهار ده اسمها الليلة ليلة الجمعة برافو عليك فالليلة بتبتدي من المغرب لحد الفجر واليوم يبتدي من الفجر لحد المغرب ده اسمه يوم الجمعة ودي اسمها ليلة الجمعة فبنقرأ في الأربعة وعشرين ساعة دول سورة الكهف في نص بقى سورة الكهف ميسج ورسالة جميلة وعظيمة من ربنا سبحانه وتعالى لنا كلنا ربنا بيأكد فيها على التوازن الجميل اللي قلناه من شوية إن الذين آمنوا يا شيخ أنا مؤمن والله العظيم بربنا وبحاول أصلي وبحاول أذكر ربنا وأقرأ قرآن وعندي وردي من الذكر وبعمل صدقات وبعمل حاجات كتير قوي تقربني من ربنا صحيح جميل جدا دي علاقتك بربنا وعلاقتك اسمها الشعائرية اللي انت بتتقرب بيها لربنا سبحانه وتعالى أنا عايز بقى أخذ السادة المشاهدين ونروح مع بعض كده لعبادة اسمها العبادة العملية أو العبادة المعاملاتية اللي هي بنعملها في اليوم كتير جدا فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا بس لا بعدها على طول واو العطف آمنوا وعملوا يبقى الإيمان عندنا في القرآن يا أستاذ أمروة والسادة المشاهدين مقترن دايما بفكرة العمل يعني ما ينفعش يقعد الموظف زي ما قلنا المرة اللي فاتت اللي بيمكن ينزل من مكتبه ولا شغله نص ساعة ساعة لربح ونروح نسأل عايزة أخلص الورقة دي ممكن تختيب لي يقولك أسلم بيصلي بيصلي ساعة لربح أسلم عليشه بيفتر بيفتر إيه ده ده التايم والوقت ده بتاع البورشت بتاع الفلوس اللي بتنزل لك في الفيزة والمرتب اللي بتاخده أغير الشهر بيعطى المصالح الناس كمان طبعا ما ينفعش غالص ده يبقى حارب فربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا مش بس وكده وعاملوا الصالحات وده يخلينا نروح لرسالة مهمة جدا ده عاملوا الصالحات بقى في ناس بتاخدها اللي هو أهل الصالحات إن أنا أعمل خير بس إن أنا أصلي وعمل خير وكده ولا أنتج وأعمل بص يا أستاذ المرة ده سؤال جميل بحييك عليه الاربعة وعشرين ساعة كلهم حسنات إزاي بتجديد النية وإنما لكل امرئ ما نوى كل الثمن ساعات مثلا اللي هما مطلوبين منك في الشغل أو في مكتبك أو في وظيفتك بعد كده عندك ثمن ساعات تانيين بتعيش فيهم بالطرفية وتعمل شوبينجي تشتروا طلبات البيت تروح مشاوير تزور مريض ثمن ساعات تانيين بتقعد تنام فيهم لذلك وإحنا في مرة كده عاديين مع أحد الناس المحترمين اللي ابتدى شغله والبيزنس بتاعه من under zero فبنقوله عايزين نصيح فقال حفظوا عالتلت المهم في حياتكم فاحنا كشباب وبناتكم عاديين نسمعوا يعني تلت المهم في حياتنا قال يا شباب ويا بنات لو قسمتوا عمركم ثلاث أثلاث هتلاقي تلت العمر نوم صحيح وتلت العمر بيضيع في الرفاهيات والشغل لا مش الشغل آسف والمشاوير والحاجات الخاصة بالإنسان تلت المهم بقى في حياتك هو تلت العمل على فكرة هو ده اللي بيبني الإنسان صحيح وده اللي يخلينا نروح للمعنى الجميل بتاع صورة الكهف في الآية العظيمة اللي السؤال بيجينا دايما من الشباب يقول لي يا شيخ أنا والله بحاول أراعي ربنا ومؤمن بربنا وبصلي وبعمل شغلي على قد استطاعتي بطريقة ترضي ربنا سبحانه وتعالى بس لسه مش حاسس إن أنا في المكان المفروض أكون فيه أو ما بخدش المقابل اللي أنا المفروض أخده بقول له بقى ماسج ورسالة حلوة أوي ربنا اللي بيقولها في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم يا رب إن بنون العظمة إن لا نضيع ربنا مش هيضيع عملك مش هيضيع تعبك مش هيضيع عرأك مش هيضيع مجهودك مش هيضيع وقتك اللي بتحاول تكتهد فيه على قد استطعتك إن لا نضيعه أجر من أحسن عملك فبيجي الإنسان بعد عشر سنين يا ربنا بعيت له مكافأة بعيت له رسالة معينة مش مكافأة بوكت ماني يفتح له باب رزق حلو يفتح له باب سفرية يفتح له باب حاجة كده ما كانش على باله ولا على خطره فيجي الإنسان يقعد مع نفسه يقول يا الحمد لله الذي يوفقني للإحسان والإتقان في العمل مع حسن الإيمان بالله فالله تبارك وتعالى يوعده بقى يقول له خلي بالك انت سعيك مش هيضيع وده يخدنا للآية الجميلة بتاع سورة النجم اللي دايما بنطبطب بها على قلبنا الواحد يقول لك أنا بسعى الصبح يا شيخ والله أقول لي فتحي عليه يا رزق يا كريم أحاول أدور عربيتي ولبس وانزل وروح أفتح دكانتي أو روح مصناعي أو روح شركتي أو وانزل أو روح الشوق الوظيفة بتاعتي ربنا يقول في القرآن يبقى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني أنت أصلا ملكش حاجة تقدر تعملها إلا السعي إحنا لنا السعي مع الوعي وعلى الله النتيجة والأجر والعمل والمثوبة يعني اللي بيسعى إنه هو يعمل حاجة بس إيه نقول الحظ ما وفقوش لحد أو في الوقت ده السعي ده علي طبعا لي والحظ هيجيله والأجر هيجيله والنجاح هيجيله سمسكتش ويعود طبعا لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق دايما الناس يقول لك إيه على فكرة أصلا أنا قدمت في شغلانات كتيرة أو يبس مستني يردوا علي لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم مرزقني اللهم مرزقني اللهم مرزقني طبعا نفسي يشوف شيخ يقول لها شيخ ادعيلي كده ربنا يفتح لي باب شغل ماشي مفيش مشكلة هندعيلك وإنت هدعي نفسك وخلي ممتك تدعيلك يا باركت دعاهم ساعة رضاهم فيش مشكلة ولكن انت قمت بالدور بتاعك انت سعيت انت سعيت وخدت بالأسباب بجد لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم مرزقني وقد علم أن السماء لا تمتر ذهبا ولا فضل أمرنا سمعنا أن السماء كده نزلت علينا شوية دولارات شوية يوروب آه والله بجد شوية جنيهات شوية سبايج ذهب شوية حاجات من متاع الدنيا لا ده محتاج مجهود جبار وربنا مش هيضيعه لك أبدا وقال ليس للإنسان إلا ما سعى تب حد يقول لك ايه بقى يا شيخ والله العظيم أنا سعيت وعملت اللي علي ربنا بيقولك ويطمنك وأن سعيه سوف يورى يعني ربنا شايفه أصلا ومطلع عليه وعلى فكرة الناس برضو اللي ربنا سخرهم جنود موجودين في الأرض بيشوفوا ده يقولك والله العظيم ما تزعلش وصبر بس أكيد ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك وصبر وشوف احنا شايفين مثلا فلان في الشركة ولا في المكتب معانا مكتهد وشاطر وصادق وأمين وبيقوم بدوره على الوجه الحسن ربنا سبحانه وتعالى يقول له وقال ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يورى ربنا بقى يقولك ايه ثم يجزاه الجزاء الأوفى حتاخد جزاءك موفي زي ما أقولك ده ايه واخد حقه الحمد لله متراضية يا شيخ واخدها مشفية هو الله ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني ربنا هو لا يوفيك هو لا يديك حقك فما تزعلش أبدا عمر السعي ما يخلي الإنسان يهبط أو يكسل أو يعني يحاول أنه هو يقول لي نفسه ايه كفاية بقى لا أنا مش هكمل ساعة لا انت طول ما انت عايش طول ما انت فيك النفس بتسعى في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى تكون قوية وبتسعى كمان انت تنتشر وتعمر في الأرض هو الذي جعل لكم الأرض ايه ذلولة يعني ايه ذلولة يا سيدة مروان يعني مهيالة يعني مهيالة برافو عليك مهيالة جاهزة على طول ان انت تنزل في الملعب وتشوت وتجيب جون جون الحقيقة بتاع الكورة اللي الناس يقول لجون ويفرحوا قوي الجون الحقيقة اللي يجيبه في حياتك هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا الجون هو فامشوا هل انت بتسعى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور في الآخر بقى دايما يعني انت على فكرة قلت هاخد من كلامك كده حاجات عايزين نخليها الختام بتاعنا وتكون نصيحة منك كل حاجة بتتشايف ربنا سبحانه وتعالى بيشوف احنا لازم جوانا يكون فينا كده عندنا ضمير نصاحي طبعا فكرة الاتقان في العمل تحس انه بتديك فقه المراقبة ان احنا لازم نكون بنعمل شغلنا صح ناخد بنا ان احنا ما نقولش بقى هو عارف الكلام اللي بتقلم المصرين على قد فلوسك على قد اللي بيجي منك ومشيها الحاجات دي كلها عايزك تقول نصيحة ازاي نطق عمالنا ازاي نراعي ربنا نراعي ربنا كمان حتى وإحنا بنتعامل مع الناس ونخلي عمالنا كده يعني نحاسب عليه خير الحساب ان كل واحد مننا يعرف ان شغله دين دين يعني يعني علاقة بربنا سبحانه وتعالى مرتبطة بشغلي يعني انا حاسب يوم القيامة على علاقة بربنا وحاسب كمان على شغلي طيب فده يخليني اعملي بقى يخليني اعمل حاجة اسمها التطوير المستمر نصيحتي للشباب وكل يبشوفوني النهاردة كل واحد بيشتغل في مهنة بيشتغل في رسالة اعمل اضافة كل يوم لنفسك الشمس اللي بتطلع كل يوم الصبح دي هي شمس جديدة ويوم جديد ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي منادي من قبل الله أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد طيب نعمل ايه؟ شانس وغنيمة فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد الختم كده نعمل دعاء جميل ربنا تقبل مننا ونحن في ليلة الجمعة اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي يا ربنا على سيدنا محمد في الآخرين اللهم اشرح بالصلاة والسلام على النبي صدورنا يا رب اشرح بالصلاة والسلام على النبي صدورنا وأذهب بها همومنا وغمومنا واشي بها أسقامنا وأمراضنا وأوجاعنا أسقنا من يده الشريفة شربة هنئة لا نضمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ارزقنا الإخلاص وحسن العمل وارزقنا الإتقان في العمل يا رب العالمين يا من قلت إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله اللهم لا تضيع أعمالنا ولا تضيع إحساننا ولا تضيع إتقاننا وارزقنا العمل على الوجه الذي يرضيك عننا يا رب العالمين اللهم أوسع علينا جميعا جميعا من الرزق الحلال يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به مننا يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الرمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين يا رب ختمها مسك دكتور أسامة قبيل من علماء الأزهر الشريف بشكر حضرتك جدا على الحلقة الجميلة ودائما نقدم رسالة جميلة تنفع الناس وتمكثه لهم يا رب بشكركم مشاهدين الكرام وبإذن الله الأسبوع القادم حلقات جديدة من برنامج البيت دمتم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر